السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهدا ومرحبا بكم في أول درس من دروس الفيزياء لمستوى الجدع المشترك العلمي والجدع المشترك التكنولوجي الدرس بعنوان التجادب الكوني إذن لنبدأ مباشرة في الدرس أول فقرة سوف نتطرق إليها أول محور وهو السلم المسافات أولا وحدات قياس المسافات سنضرع إلى وحدات قياس المسافات كما نعرف الوحدة العالمية لقياس المسافة وهي المتر كالرمز لها بم وعندها الأجزاء وعندها كذلك المضاعفات كما نعرفه من نسبة الأجزاء فانطلاقا من جدول تحويلات دي المسافة دي وحدة المسافة فالأجزاء اللي كنعرفه نعم كين 10 متر كين سنتيمتر كين الميليمتر إلى آخر إذن هذه أجزاء دي المتر ناخده غير مثال واحد مثلا ميليمتر مثلا فواحد ميليمتر الى حطناه في إذن الجدول شحال غالง gone Dieser we ينترع وزدنا الأصفار إذا آخر خرج الصفر أو سفر سفر صفر وحد وحد متر الله أنكتبها بكتابه علميب لدي من رقم وراه الفاصل الاندي ثلاثة ناقص ناقصي وهو الفاصيلة مkanntق enhancement وнять 3 كتاب المائي حتى كتاب مصابق إذا 1000-13 المرة 1م 1-13 والدي good م teaser يمكنك أن نعمق طريقه باش نقدر نحدد ماذا لكي يساوي 1 سنتيمتر بالمتر و ماذا لكي يساوي 1 ديسيمتر بالمتر كذالي هادو سهلين اذا نقدر نتامد على الجدول و ننجبدهم ولكن في هاد السنة هادي غادي نتطرقه الى اجزاء جديدة ما فيش درسناهم في السنوات الماضية ناخدوا واحد الميتة عندنا الميكرو متر اذا واحد الجزء من اجزاء المتر يتسمى الميكرو متر بحيث ان ا firmly 1 ميكرو متر كاي تساوي 1.0.72 متر هشنو كيانى هادشي كيعني ان واحد ميكرو متر كيساوي صافر فاصلة صافر 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 يعني خمسات الاصفار واحد اذا واحد ميكرو متر كتساوي صافر فاصلة خمسات الاصفار واحد لك يعني اصف هو الده المية هي 10.62... مال ناخدوا ناخدو جزء اخر من الاجهزاء ديال المتر عندنا نانو متر نانو متر كنرمزو لها بان اين واحد نانو متر كتساوي عشرة اس ناقص تسعود متر اذا انتهي نفس الطريقة هي صيفر فاصيلة عدي ثمانية ديال الاصفار وراء الفاصيلة عادة باش نكتب واحد جزء اخر وهو بيكو متر بحيث انه واحد بيكو متر كتساوي عشرة اس ناقص تسعود متر كذلك هناك جزء اخر وهو الفيمتو متر بحيث انه واحد فيمتو متر كتساوي عشرة اس ناقص خمستاش متر اذا لاحظنا اربعا ديالاجزاء جديدة لنات السنة خاصنا لابد نعرفوا يعني كل وحدة وكيفاش نحول منها المتر وكذلك من المتر باش نحول لهاي ناخدوا الان مضاعفات كنت تعرفون قالوا المضاعفاتicy اللي كنت تعرفون الف blue 綿 ديكا وكان الهيكتو مترث وكان الك唄 متر كين الماليش في ناوم في جدول تحويلات في السنوات الماضية ناخدوا المالكيộ متر ناخدوايل متر اذا لوحد كيو متر كيساوي ي equipo سو eyeliner رغب 가능覺得 كفا ألف متر قرأنا نحول linked Please issue add you to equal res نزيد في الاسفار و نزيد ثلاثة ديها الاسفار وبالتالي كنلقى 1000 متر هاد 1000 متر هاد اللي بغيت نكسبها بكتابة علمية اش ندير كنشد يعني نشوف عدد الاسفار كندير 10 اوس و نشوف عدد الاسفار يحال عندي من صيفر وعندي ثلاثة الاسفار وبالتالي شنها الكتابة علمية ديها هي 10 اوس 3 متر اذا واحد كيلومتر شك يساوي؟ يساوي 10 اوس 3 متر لكن كذلك في هاد السنة هادي ستطرق إلى مضاعفات جديدة سنتعرف لأول واحد كي تسمع الميجا متر فهذه السمية هذه ربما كتفيتين سامعينها ولكن هنا يكربطها بالمتر كتفيتين سامعينها كتسمع ميجا أوكتايل آخر ولكن هنا يكربطها بالمتر بحيث أنه 1 ميجا متر أش كيساوي؟ كيساوي 10.6 متر 10.6 متر بمعنى مليون متر إذن 1 ميجا متر كيساوي مليون مليون متر نخدو مضاعف آخر من مضاعفات المتر هو الجيجا متر بحيث أنه 1 جيجا متر أش كيساوي؟ كيساوي 10.9 متر بمعنى كيساوي مليار متر بمعنى لش ديس مليار متر؟ مليار متر قد نسميه 1 جيجا متر لاحظنا هات المضاعفات رهم كيسغروا لنا شيئا ما الوحدات أو استعمال الوحدات كيسهلوا لنا استعمال الوحدات نخدو مضاعف آخر من مضاعفات المتر هناك التيراماتر تيراماتر واحد تيراماتر في ساوي 10.16 متر إذن هذي كذلك نبارك عينة غير ثلاثة ثلاثة ديال مضاعفات ديال المتر لنشفنا الآن أجزاء بعض الأجزاء ديال المتر وبعض مضاعفات ديال المتر باش نضبطو أكتر هات التحويلات هذي غادي نديروا واحد تطبيق مثلا عندنا واحد المسافة معينة خمسة فاصيلة ثمانية نانو متر ديال عندي خمسة فاصيلة ثمانية نانو متر بغيت نحولها المتر لا نحن معايا هنا يا واحد نانو متر شحنا كانت ساوي بغيت نحولها المتر هي عاشرة أس ناقص تسعة متر بدل ايش غالي ندير؟ هندير نشد خمسة فاصيلة ثمانية ونضربها في عاشرة أس ناقص تسعة وبالتالي شغได تطبيق عندي خمسة فاصيلة ثمانية فى عاشرة أس ناقص تسعة متر ناخدو مثال اخر مثلا عندي واحد فاصيلة ثلاثة ميجا ميجا متر لاحظ ما ايهنال ميجا متر جحل كتساوي كتساوي عشرة أس ستة وبالتالي انا عندي هنا غير واحد واحد هو اللي حولته يعطيني عشرة أس ستة ولكن انا عندي واحد فاصيلة ثلاثة لغا نشدادك واحد فاصيلة ثلاثة وغنضربها في عشرة والستة باش تطيني بالمتر اذا واحد فاصيلة ثلاثة في عشرة والستة متر اذا كنظن بان التحويل هو سهل شيئا ما يكفي انني ندير تطبيقات كثيرة وغادي تكشي غادي يدخل الدماغ ويترسخ الدماغ بشكل جيد ما كنش غير هاد المضاعفات والاجزاء فقط غير هاد الوحدات فقط ولكن كنين وحدات اخرى كنتستعمل خصوصا في هاد الدرس هذا كنتستعمل وحدات اخرى لها علاقة بالكون فاول وحدة كنت تطرق لها وهي الوحدة الفلاكية وكتعني الوحدة الفلاكية وهي بكل بساطة المسافة بين الارض والشمس نشدين المسافة بين الارض والشمس وعبرناها كنتسمى وحدة فلاكية الوحدة الفلاكية بالفرنسية هي بحيث ان واحد ايونيتي استرونوميك كتساوي شحال واحد فاصيلة خمسة في عشرة أس حداش متر شنو دبا كتعني دبا الوحدة الفلاكية شنو كتعني هاي وحدة وحدة فلاكية كتعني انه الاشدس مثلا واحد المسافة كبيرة فزاف ونقدر نقول بان مثلا هاد المسافة راهها ضعف المسافة بين الارض والشمس مثلا واحد المسافة ضعف المسافة بين الشمس والارض إذن هل일 type prote虫 القانوني تدريه Fuckin جوج إيَيَيْ أَرْض ringing إذا كانت مطابع المساشفة مؤينة ما بين جوج كواكب وكيُن تمعه أو ثلاثات المرات المساحة من الأرض ما بين الأرض والشمس إذن كتساوي ثلاثة المرات المساحة ما بين الشمس والأرض إذن الرحل فيها من وحده فلاكه فيها ثلاثة يونيته استرونيوميك إذن هي واحدة جديدة تطرقنا لها ثم كنا واحدة أخرى وهي السنة الضوئية وهي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة ما معنا هذا؟ كي يعني هذا أنه يشتديس مثلا الضوء شتديس شي لا زيار مثلا لا زيار مثلا لكما كان عارفوه ولا شي مهم بجهاز متطور وطلقنا الضوء من واحد الغلاسة وخلّينها غادي لمدة ثانة يعني لمدة 365 يوم تقريبا وخلّينها غادي هديك مدّة ثانة وصلوا الأحد الأ euro من كبرة هذه السانة وصلوا الأramos sized وع einzige السراب نحب هذا المسافة للفلاسة اللي يونق منها كبد المسافة الثانة الضوئية يدن هاي المسافة كدثستمى السنة الضوئية إذاً لاحظ مهي أن السنة الضوئية فهي مشي زمان وتوقص وإنما مسافة السنة الضوئية هي مسافة وهي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة السنة الضوئية بالفرنسية Arne Luminous وبالتالي يقرر رمز لها ب-Al إذن 1-Al أشك تساوي هذه المسافة هذه المسافة التي يقطعها الضوء لمدة سنة هي 9.47 في 10 و 15 متر كذلك يمكن أن نستعملها خلال دراسة بعض المسافات خصوصا مسافات كبيرة جدا بين الكواكب وبين النجوم وبين كذلك الأقمار إلى آخرين إذن بعد ما تطرقنا إلى وحدات قياس المسافات تطرقنا إلى أن الوحدة العالمية هي المتر والمتر عنده أجزاء وعنده مضاعفات وطبقنا هذه التحويلات باش نزيدوا نضبطهم أكتر وشفنا جوجو أحدات أخرى كما تستعملوهم الوحدة الفلاكية والوحدة الضوئية غد ندوزوا للفقرة أخرى من الضرس وهي لها علاقة بمقدار أو بقيمة جديدة كتسمة رطبة قدر رطبة قدر وحد العدد لا بغيت نحدد رطبة قدر دي الوحد العدد غد نتبه وحد المراحل المرحلة الأولى وهي أنني كنكسب هدك العدد عندي وحد العدد معين سواء كان في الفاصل ولا يكون يكون صغير ولا يكون كبير كنكسبوه لهذا الشكل كنكسبوه لهذا الشكل دي الـ A في عشرة أس إن هذ الكتابة كتسمى الكتابة العلمية كنكسبوه لهذا الشكل ولكن عندها شورط هذ أهادي خاصة تكون محصورة ما بين عشرة وما بين واحد ولاحظ معي أنها أصغر من قطعا من عشرة يعني ما خصتش تكون تساوي عشرة وخصت تكون أكبر من أو يساوي واحد يعني تقدر تكون تساوي واحد أو لاكبر من واحد إذن فهي محصورة ما بين واحد وما بين عشرة وهذا آن هذا فهذا آن فهو عدد نسبي ما معنى عدد نسبي؟ بمعنى أنه ما فيهش الفاصيلة هذه أول حاجة ما فيهش الكسر وكذلك يمكن أنه يكون فيه أعداد اللي هي سالبة ويمكن يكون فيه أعداد موجبة بمعنى أنه يمكن يكون كيساوي صفر يمكن كيساوي واحد ويمكن كذلك يساوي ناقص واحد يساوي جوج أو لا يساوي ناقص جوج ناقص ثلاثة أو ثلاثة ربعة أو ناقص ثلاثة أو خمسة أو ناقص ثلاثة آخرين إذا فهو عدد نسبي إذا قلنا نكتب العدد اللي كندرسه فيه نكتبه على شكل كتابة علمية على هذا شكل A في عشر أو أسئين وبعد ذلك كنتبقه واحد القاعدة القاعدة كتقول إذا كان هذا كأ إذا كان هذا أ أصغر من خمسة إذا كان صغر من خمسة كنشوفه هو صغر من خمسة فإن رطبة قدر فإن هذه القيمة اللي كان هدرع لها هنا هي رتبة قدر فإن رتبة قدر هذا العدد هذا هو عشر أوسئين إذا كان صغر من خمسة رتبة قدر هي عشر أوسئين إذا كان أ أكبر من خمسة أو يساويها إذا كان كبار من خمسة عندما قلنا هنا صغر من خمسة قلنا صغر من خمسة بقالية كبار من خمسة باش نغطي كل شي يعني باش ناخد قيم ديال أ كامل إذا إذا كان عندي A كبار من 5 فإن رتبة قدر ديال هاد العدد هذا هي شنا هي هي 10 أس 2 زائد 1 هذه قاعدة سنعقل عليها إذن إذا كان عندي A صغر من 5 فإن رتبة قدر ديال هاد العدد هي ديك 10 أس 2 ما كان بدلهاش وإذا كان عندي A كبار من 5 أو يسويها فإن رتبة قدر كان ناخد ديك 10 أس 2 ولكن هدك 1 كان زيد عليها 1 دبق هاد الشي يعني على هاد الشكل هاد ربما يقدر يكون منفهمش مزيان ولكن مهم أننا نعرفوه بيت شكل هاد ولكن قد نديرو أمثلة أنا أرطيو أمثلة باش نزيدو باش نفهمو أكتر هاد الرتبة القادر هاد وكيفاش نجبدوها بالنسبة لواحد المقادير فيزيائية معين ناخدو واحد ميتان ارتفاع صومعة حسان صومعة حسان صومعة اللي موجودة بالربا فمن يعبرون الارتفاع ديالها لقاو 180 متر لقاو 180 متر أشي هاد 180 متر نحولوها إلى كيسبة علمية إذن شكتساوي كتساوي واحد فاصيلة ثمانية في عشرة أس جوج ماتر إذن كتبتها على هاد شكل إذن كتبتها على هاد شكل أ في عشرة أس آن بحيث شكلك يلعب الدور ديال أ هنايا هو واحد فاصيلة ثمانية شكلك يلعب الدور ديال عشرة أس آن هو عشرة أس جوج شكلك يلعب الدور ديال أين ديال أين هو جوج ورقم إثنان لاحظ معايا هاد العدد هادا واحد فاصيلة ثمانية لي هو جوج منه كيلعب الدور ديال أ وشوكي حقق لي بعدها تشرط هادا وشوه محصور ما بين واحد وعشرة نعم محصور ما بين واحد وعشرة لأنه كبار من واحد وصغر من عشرة شوف لي عبتاني ده من طبقوا له القاعدة وش هو صغر من خمسة ولا كبار من خمسة إذن كنلاحظوا بأن واحد فاصيلة ثمانية أصغر من خمسة وبالتالي شن هو رتبة قدر ديال هاد الارتفاع هادا شن هي رتبة قدر دياله هي عشرة أس إن وشكناوليك يلعب لي يتدور ديال إن في هاد الحالة هو جوج وبالتالي رتبة قدر ديال هاد العدد هو شحال هو عشرة أس إتنان لنفهم هادي ناخده متى الآخر باش نزيده نفهمه أكثر قوطر كوريس دم حمرة هي سبعة ميكرو متر تعرفنا على ميكرو متر هو جزء من أجزاء المتر إذن سبعة ميكرو متر نحولو هاد سبعة ميكرو متر هادي نحولو هالمتر أشغالة تعطينا تعطينا سبعة في عشرة أسناق ستة متر شكونيك يلعب الدور ديال آ ليك يلعب الدور ديال آ وهو سبعة واش كي حق لي الشرط ديال واحد ديال آ محصور ما بين واحد وعشرة نعم سبعة محصور ما بين واحد وعشرة ثم انطبقوا لي كذلك القاعدة واش هاد سبعة هادا أصغر من خمسة ولا أكبر من خمسة كلاحظوا بأنه أكبر من 5 وبالتالي شنه هو رتبة قدر ديال هاد القطر هذا رتبة قدر دياله شنه هو هو 10 أس 1 زائد 1 شكولي كيل عدد دور ديال وش هو الس لا هو ناقص ناقص تكامل هادك العدد كامل اللي كيكون هنا يا هو هو 1 إذا نش غدا تكون إذا شغل سولي عندي هنا يا 10 أس 1 زائد 1 شغل بلس 1 إذا نشغل سولي عندي 10 أس ناقص تكامل زائد 1 إذا 10 أس ناقص تكامل زائد 1 وناقص تكامل زائد 1 هي شحال هي ناقص 5 وبالتالي رتبة قدر شنه يا هي 10 أس ناقص 5 وبالتالي تعرفنا دبعلا كيفاش نجبد رتبة قدر ديالوحد المقدار معين نمر الآن إلى جزء آخر وهو سلم المسافات شنه هو هاد سلم المسافات هو عبارة عن محور مدرج مشي مدرج بواحد جوش 3 أس 4 ولكن مدرج ب 10 أس 0 10 أس 1 ومن الجيال أخرى 10 أس ناقص 1 10 أس 2 ومن الجيال أخرى 10 أس ناقص 2 10 أس 3 10 أس ناقص 3 وهكذا إذن قدي مدرج بالشكل أشكل نديرو بهاد سلم المسافات فكن ناخده واحد مقدار معين ناخده مثال مثلا القطر كوريا 6 دم حمر اللي شفناها قبيلة كتبناها بالشكل بكتابة العلمية ليه سبعة يعني سبعة ف 10 أس ناقص 6 متر حسبناها قبيلة أولا حددنا رتبة قدر ديالا العدد لقد تبرو شحلقين رتبة قدر ديالا ديال العدد مشون شوفوها شحلقينها هي آخر وحدة رتبة قدر ديال القطر شحلقينها 10 أس ناقص 5 إذن إحنا كنتمده لهذك رتبة قدر مشي على الكتابة العلمية فالكتابة العلمية عندي 10 أس ناقص 6 ولكن في رتبة قدر شحلقين 10 أس ناقص 5 وبالتالي فين كان حطه هد القطر ديالكوريا 6 دم حمراء فين كان حطه فكندير واحد سهم مقابل مع 10 أس ناقص خمسة ماشي أس ناقص 6 ولكن أس ناقص خمسة لماذا؟ لأن رتبة قدر ديال هذا المقدار الفيزيائي هي 10 أس ناقص خمسة ناخد مثال آخر لتوفيت شفناه ارتفاع صومعة حسان حلقينا بالكتابة العلمية 1.8 فعشر أس جوج وحلقينا رتبة قدر دياله لأن هذا العدد 1.8 أصغر من خمسة وبالتالي رتبة قدر هي 10 أس اين و10 أس اين هي نفسها هذي وبالتالي رتبة قدر دياله العدد بالحال هي 10 أس اتنين وبالتالي فين غادي نحط فيه غادي ندير السهم غادي ندير السهم مقابل مع 10 أس اتنين ناخد مثال آخر مش فلاج ولكن غادي نشوفه دابا شعاع الأرض فعطونا شعاع الأرض اللي هو 6.4 في 10 أس 6 متر شوف ما هي هذه 6.4 واش هي صغر من خمسة ولا أكبر من خمسة أكبر من خمسة وبالتالي شنية رتبة قدر دياله هاد العدد هاد شنية رتبة قدر دياله فرتبة قدر دياله هي 10 أس اين زائد واحد وشنها هي اين هي 6 إذن شنية رتبة قدر دياله العدد هي 10 أس 6 زائد واحد و10 أس 6 زائد واحد يشحال هي 10 أس 7 وبالتالي فين غادي نحط هاد المقدار هاد غادي نحطه مقابل مع 10 أس 7 وبالتالي كندير واحد السهم مقابل مع 10 أسلحة كنسلم المسافات ليش كي يصلح لينا؟ كنحط فيه بعض المقادر الفيزيائية باش يبانوا لي شكونا هو الكبير شكونا هو الصغير شكونا هو اللي يكبر من الآخر إلى آخر وباش نقدر نقارن واحد المجموعة من المقادر الفيزيائية بعد ما تعرفنا على وحدات قياس المسافات شفنا الوحدة العالمية وشفنا بعض الأجزاء ديالها وبعض المضاعفات ديالها شفنا بعد ذلك مفهوم رطبات قدر وكيفاش كنوصلوا لها كيفاش كنحدوها ثم بعد ما عرفنا كيفاش نحدو رطبات قدر عرفنا أنني كنعتمد عليها باش نوضعوا واحد المقادر الفيزيائية على سلم المسافات الآن غدين نمرو الوحد جزء آخر جزء الثاني من الدرس وهو جزء التجاذب الكوني وعليه تسمينا الدرس بالتجاذب الكوني نبدأ أولا بعلاقة التجاذب الكوني أو ما يسمى بقانون نيوتون لاحظ بآية هنا عندي واحد جسم A وعندي واحد جسم B واحد جسم A عنده كتلة دياله M A واحد جسم B عنده كتلة دياله B M B هذي الجسمين هذو فهما أجسام ليهما صغار على شكل تقريبا نقاط وبالتالي كنقول بأنهم أجسام نقاطية إذن فهما جسمين نقاطيين أو A كل واحد من هالجسم هذا بما أنه موجودين في الفضاء إذن كل واحد منهم كي يطبق على الآخر قوة تجاذب أو قوة جذب بمعنى أنه كي يجذب عنده مثلا من نسبة A جسم A فهو كيجذب عنده الجسم B كي يجره عنده بمعنى أنه كتبق عليه وحد القوة هذي القوة هذي كالرمز لها بF A على B إيش نلما ندير A على B بمعنى القوة المطبقة من طرف الجسم A على الجسم B كي يجره عنده كندير لهذا الرمز هذا إلى آخر وكذلك الان كالجسم B كي يطبق واحد القوة على الجسم A هذي القوة هاده الغرمز لها بFB على A واللاحظة بالنسبة لهنا مثلا هذي الجسم B مثلا يطبق قوة على الجسم A فيه كتكون هذي القوة؟ وش كتكون على الجسم B يليس؟ هو كي يطبق قوة على نفسه؟ لا وإنما B كي يطبق قوة على A إذا إذا لأ بغيت نمتلئ أنا فيها غنمتل القوة على بعد B أن مطلةها على الجسم A والقوة المطبقة من طرف جسم A فين غاني متلها؟ غاني متلها على الجسم B إذن مهمة هذه يجب أن نرد لها الباب كل جسم يطبق قوة ولا يجب أن يطبقها عن دراسة يطبقها عن جسم الآخر بما أنني عندي هنا قوتين وكنعرف بأن القوة تتميز بمميزات يجب أن نحدد المميزات ديال القوة F A على B وكذلك يجب أن نحدد المميزات ديال F B على A المميزات أول مميزة ديال القوة هي نقطة التأثير يدر شنية نقطة التأثير ديال القوة A على B قوة F A على B F A على B فين كتكون نقطة تأثير ديالها؟ طبيعة الحال نقطة تأثير ديالها هي النقطة B حين تذيك نقطة أصلا نقطة ماشي جسم نقاطي على شكل النقطة؟ يدر شنية نقطة التأثير دياله؟ هي النقطة B نقطة تأثير ديال القوة F B على A شغل تكون؟ طبيعة الحال خط تأثير خط تأثير دي القوى F・A على s-B المستقيم B وبالنسبة لخط تأثير ديال القوة FB على A هو كذلك نفس المستقيم دباء النزول المميزة أخرى وهي المنحة المنحة ديالقوة FB على B منين غادي هذه المنحة؟ إذن القوة مني كتطبق؟ كتطبق من عند B وكتطبقها A ولكن كتطالق من عند B وفين كتتمشي؟ فين غادي؟ إذن غادي في هذه المنحة بمعنى غادي عند نقطة A إذن شنوع يكون المنحة؟ من B نحو نحو A إذن من B نحو A بالنسبة للقوة الأخرى المنحة بالنسبة للقوة الأخرى قوة FB على A المنحة ديالها من A وغادي فين غادي؟ غادي نحو B إذن المنحة من A نحو B بالنسبة للشدة فالشدة كنحدوها بالاعتماد على واحد العلاقة أولا بعد دراسة ديروها العلماء القوا بأن هذه القوتين قوة لك يطبقها الجسم آخر فهما قوتين متساويتين معنى ذلك أن F A على B كتساوي F B على A يعني الشدتين متساويتين ونقدر رمز لهم بوحد الرمز موحد باش ما نبقاش ندير F A على B على F B على A بما أنهم متساوين كنوحدهم في الرمز وماشي غير هاد الشي فقط وإنما زادوا وقال لك هاد الشدة لإشتدي القوة لكي تطبقها على الجسم وهاد الجسم هادا كتتحسب بالعلاقة التالية بحيث أن هاد الشدة كتساوي واحد لأدت الجي هاد الأدت الجي هادا كيساوي 6.67 10-11 نيوتن متر كاري كيلومتر موانزة هاد الأدت توصلوا له طبعا العلماء بعد الدراسات بدون توصلوا لهذا العدد هادا استأملوه في هاد العلاقة هاد لاحظ الآية أن الوحدات الوحدة دياله العدد هادا اللي هو الجي فهي وحدات أولا عالمية نيوتن وحدة عالمية المتر وحدة عالمية الكيلوغرام الكيلومتر هي كذلك وحدة عالمية وهدي من جهة من جهة أخرى هاد الوحدة دياله كاملة فهي كتبان بأنها شيئا ما كبيرة شوية وبالتالي في بعض الكتب أو التمارين بعض الدروس كالقاو بأنها هاد الجي هاد العدد الجي هادا ما كيديروش لي الوحدة دياله كاملة بحكم كتوبة وإنما كيديروه في لصها كيديرو حد جيال الحروف S E System International يعني النظام العالمي نظام عالمي للوحدات بمعنى أن ربلا ما نكسبو لكم الوحدة ديال هاد العدد راه الوحدة دياله راه فيها تحتوي على وحدات عالمية للإشارة هاد العدد هاد الجي فلاش تسموه بالجي لأنه كيستسمى كذلك تابتة التجادب الكوني والتجادب بالفرنسية gravitation وبالتالي كتسمى تابتة التجادب الكوني إذن رجعو دياله بالعلاقة ديالنا إذن شلو كتساوي دياله بالشدة كتساوي واحد العدد واحد تابتة كتسمى تابتة التجادب الكوني مضروبة فاش في الكتلة ديالجسم A مضروبة فالكتلة ديالجسم B مقصومة على المسافة بيناتهم في لي المسافة بيناتهم كما كان عارفو احنا فرية ديالة كانوا عندي نقطتين وهنا عندي أجسام نقطية جسمين نقطيين إذن نقطتين إذن هنا يا عندي نقطة A ونقطة B المسافة شغل نسميها؟ نسميها مسافة A و B ولكن باش نزيد ونختصروا أكتر كالرمزوليها بالدي إذن ديالا ديستانس كالرمزوليها بالدي ونتهنب إذن شلو المسافة بيناتهم هي الدي والعلاقة شنو فيها في هاد دي أو ستنان إذن دبا الشدة باش كنحسبها نحسبها بالعلاقة التالية بحيث أنها كتساوي G في M A في M B على دي أو ستنان هاد العلاقة اللي كنحسب بها الشدة تسمى قانون نيوتن هاد هو قانون نيوتن علاش نسبة إلى عالم نيوتن وهو اللي توصل لها هاد العلاقة هو اللي توصل لها وصرح لنا هاد تجادب الكوني لاحظ معايا هنايا أنني عندي هنايا كما قلت في البداية أنني عندي جسميني نقاطيين جسم A وجسم B فهو أجسام صغيرة ويمكن يعتبارها نقاط وبالتالي نسميها أجسام نقاطية لكن إلا ما كانش عندي أجسام نقاطية كانوا عندي أجسام أخرى غير نقاطيين شيئا ما كبيرة إذن هذه الملحوظة أو الإشارة اللي غدي نشير لها في الفقرة الموالية بحيث سنعتبر جسميني غير نقاطيين دائما جسم A وجسم B هاد جسم A عنده كتلة M A وجسم B عنده كتلة M B ولكن جسم A جسم غير نقاطي وجسم B جسم غير نقاطي بما أنهما جسميني غير نقاطيين فكل واحد كيكون عنده مركز وكان رمزه غالبا للمركز بـ O باش نفرقوا بيناتهم كنسميه هذا المركز ذياله O واحد وهذا المركز ذياله O إثنان هنا فين كيندى بلا الاختلاف شيئا ما أو لا ربما الحاجة اللي غد نشير لها هنا جديدة وهي المسافة بينهما المسافة بيناتهم بين هاد الجسمين فين كتكون المسافة منين كتحسبوها من الجانب تل جانب واش من السطح ديالهد الجسم ماذا تل سطح ديالهد الجسم من الجانب تل جانب لا المسافة بينهما مني كتحسب من المركز ديال الجسم A حتى المركز ديال الجسم B إذن هيا المسافة ديالي كنهضر عليها إذن هذا هو التغيير البسيط اللي بغيت نشير لها هنا في هذه الملحوظة هذه وبالتالي قانون نيوطن كيفاش غاد نعبره عليه في هذه الحالة دائما القوتين F A على B كتساوي القوة F A على B كتساوي القوة F B على A وكتساوي القوة F يعني كرمز اللي كان وحده الرمز وسكن كتساوي دائما الجي تابتة استجدب الكوني في الكتلة M A في الكتلة M B مقصومة على المسافة D و C 2 اشنا هو اللي كيتبدل هو هاليك الدية كيفاش يمكن اللي نحسبها بحيث اللي نحسبها من المركز ديال واحد الجسم حتى المركز ديال الجسم الآخر ثانيا التأثير البيني للأرض وجسم كوراوي تقريبا هذي الفقرة هذي فهي الى حد ما عبارة عن تطبيق لهذيك العلاقات ينتجاذب الكوني ومنطبع الحال غاد نزيدو شيء معلومات أخرى دا غاد نتحدثو فيها على التأثير ما بين الأرض وما بين الأجسام الأخرى اذن أولا غاد ناخدو الأرض الرمز لها بالتأي لأنها بالفرنسية لها تأي غاد نسمي وهذا الرمز لها بالتأي عندها وحد المركز O ثم غاد ناخدو جسم نقاطي نقاطي S وبالنسبة للأرض ما كان أعتبروها جسم نقاطي وإنما جسم غير نقاطي كما كان عرفوا أن الأرض كتطبق وحد القوة F على الجسم S وهذا الرمز لها بF T على S وكذلك حسب قانون التجاذب الكوني فإن كذلك ذاك الجسم النقاطي S يطبق قوة على الأرض على الأرض في هذه الحالة وهي F S على T لاحظوا معي أنني كندير حرف خرين ماشي A على B أو B على A كما شفنا في الأمثلة السابقة دائما أنا كنتم اعتمد على الرمز اللي اعطيت للأجسام فبالنسبة لي أني عندي T S وبالتالي كنتستعمل الرموز T و S إذن بالنسبة للحالة هذه هذه القوة المطبقة من طرف S على T من طرف الجسم S على الأرض وبالتالي كندير F S على T فهذه الحالة هذه المسافة بينهما المسافة نحتاجوها من طبيعة الحالة D نحتاجوها فهذه كعلاقات يالقانون نيوتون إذن المسافة منها نحسبها سنحسبها انطلاقا من الجسم S ووصولا إلى H واش حدي هنا يا سطح دي الأرض ولخسني نوصلتها للمركز لخسني نوصلتها للمركز إذن من هنا يا تلات إذن هذه المسافة مسافة D لحظة أي كذلك هذه المسافة هذه شنو هي هذه المسافة؟ شنو كنتسميها؟ هذه كعندي شكل كورا وي أو لدائري شنو كنتسمى هذه المسافة من النتر؟ كنتسمى الشعاع وهذا شعاع ديال من؟ شعاع ديال الأرض إذن هذا شعاع الأرض الشعاع باش كرمز ليه؟ كرمز ليه بأغ وانا عندي شعاع ديال من؟ ديال الأرض إذن شنو الرمز من نظركم اللي غنعطيه؟ أغ وهذه الأرض لأغطيه إذن هذه المسافة هي الشعاع ديال الأرض إذن أغطيه ثم هالجسم هذا كيبعد بوحد المسافة على سطح الأرض ديال الأرض لأغطيه كيف تشفناها في الواقع؟ لأغطيه مثلا سطح الأرض وحد جسم طالع شوية على سطح الأرض هذيك شوية اللي طالع به على سطح الأرض شنو كنتسميه؟ كنتسميه لإرتفاعه كيف كرمز ليه؟ كرمز ليه بأغطيه إذن هذه المسافة هي أغطيه إذن عندي جوج ديال المسافات الشعاع ديال الأرض وعندي أرش إذن ديش غدا تساوي بدلالة هذي الجوج هذي شغدا تساوي دي آه يا دي دي كتجمعهم بجوج إذن شغدا تساوي دي دي غدا تساوي لنا أغطيه زائد أرش زائد هذيك زائد هذيك فقط ما كنتش شي مشكلة دباء قالوا النيوتون كيف شغدا نعبروا عليه في هذه الحالة هذي دائما القوتين متساويتين وكيساويوا هذيك العلاقات ديال الجي في الكتلة ديال هذي الجسم وهذي الجسم اشنا هو هو الأرض هو التي إذن الكتلة ديال تي إذن أم تي وكنديروها كبيرة باش نبينو بأنها نيتس كبيرة كبيرة كبير من الكتلة الأخرى ثم مضروبة فاش في الكتلة ديال الجسم اس لي كنرمزو لها باس إذن أم اس مقصومة للمسافة بينهما واشنهي المسافة بينهما المسافة بينهما هي هي دي وهذي هذي فصلنا فيها قبيلة وقلنا ودي بأنه ديش كتساوي كتساوي RT زائد H RT زائد H وبالتالي العلاقة هش غدي تولي عندي تولي عندي J F MT F MS مقصومة ل هش غنديرو بلاس دي غنديرو RT زائد H الكل وس اتنان الكل وس اتنان إذن إذن هذه العلاقة اللي كانت وصلها في هذه الحالة هات إذن هذه اللي توصلنا لها في الأخير أنا حاولت نكسبها هنا لاحظ ما يا دبا بالنسبة لهذه هذه القوة هش ناية هي القوة المطبقة من طرف ماذا هذه التش ناية هي الأرض وهذه ش ناية الجسم S إذن هي القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S أو تأثير الأرض على الجسم S وتذكروا ما أنتم السنة الماضية درستو فيتين درستو شي قوة بحالوك كتسمها القوة المطبقة من طرف الأرض على واحد جسم معينا، فكرة سيعيث يكون كنا يسمى لوزن الجسم من الرابط هذا الجسم ما سميها الاس الطاقة وزن الجسم الس ما plausible الذي اجبل صوت الاسق شما كان هناك العلاقات 60 او جهة 46 Хотя لا يتشغل طاقة وزن دي روحش من الجسم؟ وزن دي الجسم S إذا للكوتلا دي المنغل ناخد؟ غلن ناخد دي الجسم S إذا نشغل تكون عندي؟ هتكون عندي P تساوي MS في الجي وهذه الجي هي شدة التقالة طبع عندي هنا هي شدة الوزن هي القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S و FTS إيشنا هي؟ FTS هي كذلك القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S إذا لاحظوا أنهم كانوا يمتلكون بجوجهم قوة مطبقة من طرف الأرض على الجسم S إذا سيكونهم متساوي إذا ستكون P تساوي FTS من طبيعة الحال بإهمال مجموعة الحويج لا نتطرقه اليوم الآن إذا هذه المتساوية لا ندروها إلا بإهمال أشياء أخرى ولكن لا ندخل في تفاصيلها في الدرس هذا إذا قلت أن القوتين P و FTS هما نفس الشيء هما متساوين إذا سنقوم بإحضاع قوة مطبقة من طرف الأرض على الجسم S إذا سنقوم بإهماله أسأل لذلك هذا فقط فقط ما ندخل لأكيد لاحظ ما يا هنه شنو كيبال لكم هنه يا معاود هنا في هات المتساوي هذي اذا كاللاحظ بلنا كينا MS هنا وكينا MS هنا اذا اش ندير نختازل MS مع MS اش عادة سولي عندي G تساوي H جليش دتقالة اش كتساوي كتساوي G تابتز تجادب الكوني من ضربة في MT لأن MS مشات قاس غير MT لكتلة الأرض مقصوم على RT زائد H الكل وسئت値 هنا يلاحظ معي واش هات ملطية تابتة تابتة كنقول تابتة واش هي تابتة ولا كتغير طبيعا الحال تابتة لا كنت تغيرش بالنسبة لكتلة الأرض واش تتغير ما يمكنش تغير كتلة الأرض بالنسبة لأغطي شعارة الأرض واش كيتغير الا بالنسبة لـ H واش كيتغير ممكن أنه يتغير ماذا؟ على خضيه هذاك الجسم وحركته من بلاستو واش الارتفاع دياله عن سطح الأرض غيتغير والمي يتغير؟ يتغير وبالتالي هاد شي ده استقاله شكونا اقول لي كي يغيرها باش كتتغير بدلالة ما ده ستغير شنه الحاجة اللي كتخليها تتغير بطبيعة الحال هي A اذا A فقط هي اللي كتتتحكم ليه في هاد J لا تغيرت A تغير J ما تغيرتش A ما تغيرش J وبالتالي كنزيد واحد الحرف ديال A صغيرة تمه في الجانب ديال J كنزيدها تمه لاش باش نبين بان هاد J هادي راه كتتغير فقط بدلالة J اللي هو الارتفاع عن سطح الارض ديال اخدنا واحد الحالة خاصة ان اخدنا هاداك الجسم نفس المثال اللي قبل ولكن هادين اخدو هاداك الجسم اس هادين اخدوه على سطح الارض معنى ذلك ان هاد الجسم هاد يتحرك ويجي تلعند سطح الارض ويوقف واش ديال الارتفاع عن سطح الارض بقش ارتفاع شحل ولك يساوي الارتفاع عن سطح الارض هو ليك يساوي صافر ما بقاش ألاأ ما بقاش نزال خلف مكانå وليك المسافةın ما بقاش say Worlds وليك المسافة بقى كاملة لا اذا لم بقاش والتي د geez مسافاتا دي في نج forme هي هادي المسافة هذه هي المسافة لحظ مع المسافة anything أخذبها مباشرة هي هجمة الارض اجد بان جلبوا هذه العلاقة اللي قلنا قبيلا اخر وحدة توصلنا لها هي جي عاش هي نفس هذيك اللي كتبنا قبيلا راية هي هذي جي عاش كتساوي اشنو كتساوي جرونج جي تابي ستجدو بكوني فامتي كتلة دي الار على اغتي زايد عاش الكل اس اتنى فهاد الحالة واش بقي عندي عاش شحلول لك يساوي عاش ولك يساوي صيفر اذا انا بلاست هده عاش اش ندير ندير صيفر اذا ايش هزولي عندي اصولي عندي جي صيفر جي صيفر تساوي اش غدا تساوي لي اذا بقو هاد جي و هاد عاش شحن دير البلاستة ايه عندي البلاستة صيفر اذا فقط هاد عاش هذي اللي غادي نبدي لها وندير البلاستة صيفر اذا هي الجي في امتي على اغتي زايد زايد صيفر الكل اس اتنى هنا غير باش نبسط الحييد هاد صيفر الحييد فقط الصيفر اتقول عندي جي صيفر عشنو كتساوي كتساوي جي في امتي على اغتي اس اتنى هي تغير الصيفر فقط مزيح دابا احنا وصلنا لجي صيفر كتساويات شي جي صيفر شنا هي شي د الاستقالة على سطح الارض. ماذا زيان. نبارا بغيت ننسوه لكم انا يا ونطلب منكم انكم تجيب دولي التعبير ديال الجي هاد الجي كبيرة. تعبير ديال تابيث التجادب الكوني. بدلالة ام تي و اغ تي والجي سفر. بمعنى شنو؟ بمعنى تشد ليها هاد الشي هادا وتحيدوا من حدا الجي. تحيدوا ديال الجي هالفره. وتبقى غير الجي كبيرة بوحدها. يعنيش كنديرو. كنشدو نيت هادك ام تي على اغ تي والسيتين. وكنحولوها حدا تساوي من الجي هال يعني الطرف الاخر من المتساوية. الجي سفر كتبقى في بلاستها هاد الجي سفر هاد كتبقى في بلاستها. ولكن هادو منك يتحولو عندها. اش كي يوقع عليهم بما انه كسر اش غي يوقع. هيولي لمقلوب. اذا نش هتولي عندي اغ تي والسيتنان مقسومة على ام تي. اذا نش هتولي عندي. اتولي عندي الجي سفر مضروبة في اغ تي والسيتنان على ام تي. كتساوي هادك الجي. مزيان. لابا احنا جبدنا هاد الجي كبيرة. منها هاد الجي اش غدي نضلو بها؟ لاحظ ما يش هندا بدرو Cada adversity سنل связها هنا بدا لي مشوا ونعوضوها بيا في اذك العبارة الاولى الوناта الي اللي بدينه بها وانش نعوضوها هنا فقط. ما هش هتولي عندي الجي هش اسولي بتساوي هاتو بلاست الجي حج يكبير اش بتدير لبلست؟ ههت trilogy يعني يس survived gجي كبير اقدر بلاست هاتج هذه العبارة هي الج كبير وشنو بقي لي احد الج كبيرة شنو بقي بقى امتي ها هي امتي بقى اغتي زايد اش او ستنان ها هي اغتي زايد اش او ستنان اذا ما بدلنا شي تغيير فقط هاد الج عوضناها بهاد العبارة ديالها او التعبير ديالها وحطيناه هنا هنزيدو نطورو شوية هاد الكتاب هاد اذا نجد احد هنا تحته شنو كين امتي والفوق شنو كين امتي وبالتالي اقدر نختازل امتي مع امتي اش غد نتبقى عندي ج عش اش غد مساوي ليه ج عش اش غد ساوي ج صيفر ما مش هش هشة ج صيفر عندنا تساوي ج صيفر مضروبة فاش في اغتي او ستنان ومقسومة لعش اغتي زايد اش الكل او ستنان بحيث ان هاد امتي مشات مع امتي هاد كانت تسمى تعبير شدات التاقار تعبير يلقى لك سؤال قال لك عبر عن شدة التقالة بدلالة جسفر و اغتي و اش يدري خصيك تبقى هالطريقة هذي باش توصل لها التعبير لشدة التقالة اش ندرنا فيه في الحق شدينا القوة المطبقة من طرف الارض على الجسم اس شفناها من جوج ديال انها واحي شفناها بانها اف اف تي على اس و شفناها كذلك بانها وزن للجسم يعني باي مرة تكون باي مرة تكون اف تي على اس وبالتالي بما انهم بجوج نفس الشي وبالتالي غنديروهم متساوين و نبقوا غادين بهذا المراحل المراحل غادية هكا و نختارزو الاخيرة تكنوا وصلوا لهذا التعبير ديال شدة التقالة كن اكيد على ان هاد شي هذا ما غاديش نضبطوهم طبيعة الحال من النظرة الاولى او من اول مرة شفتوه غادي تبطوهم زيان ولكن خصكم لابد هاد الفقرة هادي بالضرورة هادي ديال كيفاش تتوصلنا الى تعبير شدة التقالة خاصنا نبقا و نعاودوه مرة الاولى والتانية والتالتة نعاودوه بعدا نشوفوه من بعد لا بدنا ناخد واحد الورقة وقالب و نبقى نعاود هاد شي بوحدي اذا كل واحد فيكم يعاود هاد شي بوحده و يعتمد على راسه يلا ما عرف شي حاجة من طبيعة الحال كي يشوفها ولكن يعاود تاني ينجز ذك شي بوحده و مرة اخرى يبقا غادي يعاودها المرة الاولى والتانية تايولي ينجزها بوحده يزيد يخدم تطبيقات اخرى وتمارين اخرى باش يزيد يتبت اكتر هاد المعلومات هاي و احنا في هاد القناة هادي غادي نزيدو فيما بعد غادي نديرو تمارين وتطبيقات ديال هاد الدرس كاكل كامل ديال التجاذب الكوني و نتمنى ان هاد الدرس هادا يكونو سافتوا منو و لكنتو سافتوا منو فنشروه بين الاصديقاء ديالكم باش يسافتوا منو كذلك و ما تنسوش الضغط على زر جيم باش تدعمو الفيديو باش تدعمو القناة كذلك و باش لما كتو جديرين اشتراك لما كتو جديرين اابوني للاشين فالمرجو منكم الاشتراك في القناة باش توصلو بكل جديد كنوضعوه على القناة و الى لقاء قريب في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته